أيضاً قال الرئيس السيسي إنه حرص على إطلاع المستشار النمسوي على الخطوات الجادة والمستمرة التي تتخذها مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه يأتي ذلك فيما أكد الرئيس السيسي استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم وفي إطار حوارينا المفتح مع شركائنا فقد حرصت على إطلاع دولة المستشار على الخطوات الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور المصري وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنفذها الدولة على عدة محاور مؤكدا استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم كما أطلعت الجانب النمساوي على النجاح الكبير الذي حققته بصر حكومة وشعبا في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر